مرحبا بكم معنا مرة أخرى قصة جديدة تواصلت معي الأخت فاطمة فاطمة قصة الله سبحانه وتعالى اللي علم بالوضع دياله فاطمة بنت 1980 عند استدية الوليدات أربي سبحانه وتعالى كتب لها الزواج زوجة أستدية الفلسافة الله يوالي برحمتي الله عشت معه واحد المصار عندما استدية الوليدات في الأخير تتشوف رصة في واحد دوامة اللي قائل بيبنت سدفجها أسباب ومسببات فاطمة معرفة التى واحد معقل علي التى واحدة رغمة أنه الأب ديال ولادها كانت عنده فيلا الآن هي في الشارع كيفاش تبعوا معي فاطمة فاطمة دك الشي عندك غريب هاو ديالية من الأول منتي بنت البادي أنا واحد سطات سيد العيدي كتب لك ربي تلاقيت بهذا وساد زوجته هاو ديالي السلام عليكم شكرا سي يوسف أنا واحد سيدة اللي منها واحد سطات بنت سيد العيدي بالضبط كنت هنا عند الأخت ديالي بكازة بعين السبع كنت كنت تعلم في واحد المعمل تلاقيت بهذا السيد يعني وجوشت المرات هدر معايا قال لي بغيتك المعقول مشيس قلت هالختي والسمي تقول لي موحد سيد كيتلقى ليه شنو كين راه شنو كيقول ليه جات ختي وختي ولوستها هدروا معاه موهيم تتافقوا هدروا معاه قالوا لي يا تسيد رهباغي المعقول جاء الوالي ديالي حضر على كل شي الموهيم كتاب الزواج تزوجنا غادي يعني تزوجنا وبدينا في الأول السيد كان مبلي الله يرحمه هو كان أستاذ الموهيم كينا مشاكل كثيرة كنت كنعيش معهد السيد العنف وكنت كنعيش بزافة على الحويش خيبين نتيجة السيد مبلي وبزافة على الحويش اللي يعني ما قدرتش موهيم صبرت كملت ولت البنية اللولة قلت ما يمكنش لي نخلي نفرتك الشمل ديالي بقيت موهيم ولت معاه بقيت غادة معاه حتى ولت ستة الوليدات يعني بنت وخمسات اللولة بقيت صابرة قلت نقول ما نخرجش ولادي غايت تكرفسوا ما نخرجش ولادي غايت تكرفسوا حتى صافي حتى ما بقيتش قادرة عشت معاه 12 عام في الأخر ديال 2012 خرجت بحالاتي يعني غير هربت بحكم أن السيد كان كيستة لي الباب واحد من نهار خلى الباب محلول لأنه كان غير بصخرت مماك خرجت هربت موهيم في الأخر ديال 2012 هربت من عنده يعني أنا وليداتي مشينا درت اطلاق طلقنا طلقنا في الأخر ديال 2013 من بعد بقيت مشيت كريت أنا وليداتي وبقيت كانت تقاتل عليهم كانت خدم عليهم بالليل والنهار كنت خدما تنخدم الليل أه الحمد لله الله غادات كفح مع ولداتي من بعد بقي تواصل مع بنتي الكبيرة بحكم أن نايه الكبيرة كانت كتتتواصل معه في التليفون بقى كتتواصل معها بقطاعه ونعطيكم الطبقة الفوقانية وعيشوا فيها هو تزوج بمرة أخرى كان عيشوه وياها وجيت أنا وليدتي عشنا في هذه الطبقة الفوق بقينا غادين بحالها بكاك ماذا هي هذه؟ دار أو فيلا؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذه فيلا في كازا في عين سبع المهم في 2019 سيد توفق سيد توفق مات كان مريض كان مو يمو كان كياني من مرض القلب وسميتو مات سيد توفق جاو خوتو جات الأم ديالو دخلو للدار مو يمدو الحوائج دو كل شي بدو كي يتعاملوا مع أولادي خيب أولادي كي يطردوهم من الدار وتي يداربوا معاهم تيجيبوا ليهم البوليس دخلوهم للحبس تيلسقوا ليهم تهمة ديال هذا كشراه ديال بباهم تيجيبوا ليهم مرة صارقة وهذه وتي يمشي ولادي للحبس أه من بعد أولادي لحبس كي يمشي ولادي للحبس حقاش منين تيدابزوا معاهم تيداربوا معاهم على حويج ديال بباهم مثلا بباهم تيجيو تيشدوها ديال بباهم تيجيو تيشدوها ديال بباهم تيجيو يطلبوا ليس يقولون قبل ساعة عندو عندو تمنطاش العام والاخر كانت عندو سبعتاش العام شاعدوا هزوفيا؟ واحد خرج والاخر واحد هادي شدلو لا واحد خرج دوز تلطاش اليوم وخرج يعني حتى دينا الوراق لنا دينا الوراق باهم وتفهمات القادية للأحداث وخرج ومن بعد الثاني واحد دوز عام هذا الصغير دوز عام والكبير دوز شهر معاناة كرفس لي على أولادي بزاف وهدير الجدة يا حصر الجدة وتتطردهم تتطردهم من كتقولين ما نشوفهمش ولكن أولاد كنتين وخطلقتي منه وعندك الأولاد أراهم موارتين نحن هاد شي اللي كنا عارفين بأن الدار ديال السيد ومتأكدين وأن كان واحد اللي بيرو ديال هاد الويدا ديال اللي بيع عليه الأرض وبانيها هو احنا هاد شي اللي عارفين تخرجوا لنا بواحد العقود مزوارة بأنه ربيع لها الأرض يعني بيعلموا بيعلموا الأرض وداروا لنا دعواق ديال الإفراغ استعجالية يعني بالزربات جاءنا الإفراغ وتأيد الحكم تاني في استيناف وجاء الإفراغ وتفرغنا وأنا وليدتي مشتين الله اللي عالم يعني أولادي كانوا بالبيوتة ديالهم كانوا بيخير يعني عايشين مهم الحمد لله كانوا بيخير دبا أولادي لبغيت نقول لك أحد الحاجة أخوي يوسف أولادي حماقه والله العظيم لحماقه يعني واحد دبا في الحبس بسباب هاديك الدار وأخرين عرفتي واحد بحل حمقت يتيفق مع الصباح تيجي العين السباح أنا دبرا في الأزهر تيفق مع الصباح تيجي العين السباح لماذا؟ تيقول لي أنا تما فين خلاقيت وتما فين كبرت كي يجي كنقول لي ها أشكت في شدير تما رغي يدير لك شي مشكل كي يقول لي لا تنجي وتنحضي الدار من بعين صغار والله العظيم والله العظيم لولدي صغيرتي في قفل لي لتنقول لي أنا ما مسرطاش لي يا ماما كنت كنت كن مشي تمن ناديت على الكورة وكنت أنا يا دارنات أمك وخليت صحابي وكل شو وشوف أنا دابا فين وليت البنتي مريضة مرض نفساني دابا وحبسات القرية ديالها بسبب هادي الموشكي الحبسات القرية ديالها أنا مرت مقيتش قادرة نخدم على أولادي أمرت بحكم أنني دير أكسيدون في شريكة كثرة ما كنت كنزيد السواع وكنخدم الليل ونعود نضوب الليل تنقول الشافة ضوب ليلي الليل باش نوفر باش جيني الخلصة شوية يعني الليل حيتفي تسعة السواع شدني مشوار في الخدمة سباعي ما تيتحركوش عاد عندي مشكل ديال العروق فرجلية مبقيتش قادرة نخدم والله تبنتي اللي حبسات القرية والله تتتخدم تجيب واحد شوية اللي تيطير من من ساعته كان عاني بزافت على المشاكل الكريديات باش خب فين ساكن أنت دا؟ دابا أنا كارية دابا أنا كارية وهذا الفيلة دابا مني وصلتوا للقانون وهذا العقود اللي قدرت توصل لي أنتي وفين وصل الميلف؟ الميلف منينا داروا لنا الإفراغ وخرجنا من الدار درنا شكاية مباشرة طعننا في العقد منين طعننا في العقد موهم درنا طالب الرئيس المحكام أعطانا أمر باش يخرج عون لهذا الجامعة في المغاليزي هو غير فوتوكوبي هو عقد غير فوتوكوبي ديال واحد العقد ديال بيه قلب العون لقابة أن هذا العقد لم يكن سجل وهو محتاه ما جابوا واحد للعون ديالهم جاب محضر من هذيك المقاطعة بأنه مسجل ودبا دخلت مداولة يعني غيكون الحكم تاريخ ديالد العقد من التاريخ ديالد العقد هذي متى؟ ألف وتسعمائة وتسين تكتب في ألف وتسعمائة وتسعين ودقالي زاستها ألف وتسعمائة وتسعين وهو ما عمرو قال لك بأنه ركتب الأمواتش؟ عمرو ما قالها كان كيتصرف دارو كي كري كير هن استاد فاش هو؟ كان أستاد ديال الفلسافة كان سبارك الله كان ميسور يعني أستاد ديال الفلسافة كان سلم حضاش كان تي كري المجازات ديالو كان أولادي كانوا كي قروا بريفي ديالساعات أولادي منين مات كل شي حبس القراية كل شي حبس القراية يعني هذه الجدة زعمة ما قدرتش تحتضنا للوليدات وتجمعات الشمال؟ بالعكس بالعكس سيدة بحالي مشي ولادها أنا اللي كي تضرعني واللي كي قتني في المحكامة أنها كتضرع لي وبحالي مشي ولادها هاد شي هو اللي كي مردني أنا واللي تي قتني واللي نعيشين واحدة أنا واللي كان فكر غير تنقول كيف هالجدة تتعامل مع ولدات ولدها بحال هاك هذا هو اللي تي قتني أنا بنتي مردات بنتي أنا اللي تي قتني دابا ولادي كلهم مراد بنتي مردات بنتي مردات ولادي كلهم حبس القراية يبقوا غير صغوري اللي تي قره دابنتي درتي دابان مشكيل من غير هاد شي أنو تا أكسيدون ترافاي في الدكنتي وما تتخدميش ستتلوليدات كيفيش كتعيش انتها فرطة؟ وعدي مشكيل في ظهري هو التهوزة دمنعني يعني ما بقيتش كان قدرت نخدم التفل ميناج ومشكيل ديال رجلية عندي فيه شا تحيش هاد الوليدات دابا واحد في السيجن؟ يعني أش غا نقول لك واحد السيدة اللي يخلف عليها كتعيش في فرنسا هي اللي كتعاونه ولكن رك عارف إنسان رتيعية ماشي ديما غادي بقى يعاونك ما شاء الله يعني بنتي على قبل هاد المشكيل هادي مرات خوك هادي مرات خوية الله يجازيها بخير هي اللي كتعاونه كنت سنة مدولة في هاد الحكم كنت سنة مدولة في هاد الحكم باش نعرف نعرف عشانو كاين حقاش أنا متأكدة أن الدار ديال السيد ومتأكدة وليدك باقين في الحياة لا ماتوا لا ماتوا والدي يا أخوتي كل مقابل وليداتوا كل يعني كل واحد غادي علاقت بحاله كنت راسي في دوامة وتنشوف أن بنتي نفسها خيبة وكانت تقرأ مزيان كنت تجيب الباك واخدها بثمنتاش أن بنتي حبسة تقرأتها دابو ودمرات وكتبت وكنت لقاها كتبكي نعصة بفراشة وكتبكي والدي الصغيرة هو كذلك تلقاكي بكي كيقولي يا أنا كنت عيش في دارنا ماما كنت عيش في دارنا شو أنا فين وليت وأنا كنت كنمشي النادي تعالكورة وما بقيتش يعني أولادي وليت كنشوفهم عشنو تيلبسوا فرجليهم والتي يلبس بردينا مقطع والتي يلبس والله العظيم والدي عنده عشرين عامت يلبس سروال واحد سروال واحد علاش ما عندناش ولينا كنعيشو شيخويج اللي هو دك التقعود ديال هو در تقعود در 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 ديبار فولنتر در مغادرة طوعية در مغادرة طوعية ومنين مات هاد الزوجة اللي خرب قاتي اللي في عنقه كانت هو قبل ما يتزوج بيه أنا كانت وحد سيدة أخرى اللي عندها بعاه وليد ولكن ديك السيدة ما مهم كدقل قاتلي هادوك الناس واعرين عليا أنا عايش بيه خير أنا وولدي ما مهم مصوقش يال هادش شكونت الزوجة هذي اللولة ولا التالتة؟ الزوجة اللولة أما أنا التانية الأخرى ما ولداتش معاه يعني أنا اللي عندي الحمل تقيل أنا اللي عندي أنا غارقة لقيت رأسي غارقة لقيت رأسي غارقة تنشوف هاده خاصو ميلباس خاصو سبرديلة تنشوف الاخر تأوه بحاله تنشوف الاخر تأوه بحاله واللينا تنعاني والمعاناة ديال أشغا نوكلهم أشغا نوكلهم بتاتذ شي دبا ومعه بالمحكار ماغة جري ووت شي ما ساعدك مشي ساهل كنت سلف باش ندير محامي كنت سلف باش نجري على الدعوة تنتسلف وراك عارف القانون يعني الإنسان مادك شي بش بحال بحد يعني مشي كل شي غير ما مشي كيف بغيتي انتاية أنا بغيت دبا غير نعرف الحق ديال ولادي أنا مأكدة أنت الدار ديال وباهم بغيت غير نعرف الحق ديال أولادي أنّ بنتي تتقولي نعرف تتقول لي من ستسلم شما ما بغيت غير نعرف حيث أنا عارفة هذي كده هرباب فاطيما الله العظيم إلا لا إله إلا الله مشاهدنا الكرامة هي القصة يا فاطيما تحليل في الموضوع شنو دنبها فاطيما من البادي ياخد واخوتاتها الدنيا صعيبة والدنيا غدارة ما كان عارفوش منها لغدة شنو يكون الزوجات على سنة الله ورسوليه الزوج صرح لي بأنه كان مطلق وعنده ابن مع الزوجة الأولى اخدها ولدت معه ستاة أواخر 2013 كما روات ما تقدوش بزاف الإشكاليات كما صرحات كان طلاق ورغم ذلك نسات واحد الشيق ما قالتوش لي ما قالتوش في الفيديو لكن قالتو لي قبل من تصوير أنه في الأواخر دياله مني مرض جات تاهية مع الأولاد مني جمع أولاده وكانت كتساعده وفق المستطع وخام طلقة منه إلا أن الوفاة جاله غيرات الدنيا ما هو أسوأ ظهور الأم جال الزوج جالها بعض المعطيات القضاء وصاحب القرار فيما يخص هذه الفيلا لتقدر تحتاردنا للوليدات اللي كبروا تماما استدليوا الوليدات كيضيعوا الختوم الكبيرة الوضع دياله صعب كما صرحات الولاد كبروا تماماتي القورة صمدى بفكرة في بلاسة أخرى بعيدة ما تقبلوش هاد السيدة الوضع الصحي دياله ليس على ما يورب حتى فترمي هنا يعني تحملت ما لم تتحمله جبال السيدة شنودنبا آخر كلمات اللي اعطنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا وهذا أروع الأشياء إلا أن البعض له رأي آخر مشاهدنا الكرام أرجوكم كل من ساهم أو ساعد الأخت فاطمة اللي وجدوا كل الوليدات في الضرفية الراهنة أجروا محسوم مع رب العالمين هادي نوضع رقم ناتف دياله وسوف نبقى إن شاء الله متتبعي القصة دياله لكن أي جديد هي تتكلم والعفة وما راضياش تقول أكثر في المعاناة دياله الدرهمية الأخرى ما عندهاش وحاولت ما أمكن كيفاش كانت وكيفاش ولات وشنو دورها هي شنو السبب في دصحة التعبير دياله فينشي ما عندهاش نسبة الخطأ انتي مزوجة هذا النقاش التاني كيتعلق في ستاة الوليدات في الضرفية الراهنة بناء على مجموعة من العوامل في المرحوم اللي كانت تحليل تاني منطقي وأنا أحطرم تعليقات الناس إلا أن الوضع الآن كان في الماضي ناقص نناقش الموضوع الآن ستاة الوليدات مخلفات إشكالية كبيرة في الموضوع كل من يساهم فضل أجر أجره محصوم عرب العالمين سنوضع علاقة من هذه الفيديو أنا أرجوكم ساعدوا الأخت وفق المستطاع مشاهدنا الكرام تعالى المواطن شكرا لكم